لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد نذكر في هذا السياق أنه في مطلع أوت 2020 أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فوري في أسباب الحوادث التي وقعت في تلك الأيام بينها حرائق الغابات وأكد حينها بيان لرئاسة الجمهورية يشمل هذا التحقيق الفوري الكشف على أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات نقص السيولة في بعض البنوك والمركز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية في برقيتها أن الوزير الأول عبد العزيز جراد قال إن ظواهر نقص سيولة بمركز البريد وحرق الغابات والنقص النسبي في التزود بالمياه الصالحة وانقطاع الكهرباء المسجلة مؤخرا بعدة مناطق مني هي أعمال مدبرة مباشرة بعد إعلان نتائج استفتاء تعديل الدستور والتي كانت مشاركة هزيلة جدا ونتائج لن ولم تكن في مستوى الجمهورية الجديدة في ظل وجود الرئيس عبد المجيد تبون في المستشفى في ألمانيا في ظروف صحية مفتوحة على كل الاحتمالات تندلع فجأة هذه الحرائق وتمتهم وتصل من الغرب الجزائر تصل إلى ولاية تبازا هذا عنيمة كارثة بمعنى الكلمة الفيديوهات التي تم تنقلها تعبر على أن الأمر غير طبيعي جدا القراءات التي يمكن أن نتحدث عنها أن هذه الحرائق إما مفتعلة أو غير مفتعلة هكذا تقول القراءة المفتعلة فيها إما من جهات تريد طيملة مثلا دستور جهة داخلية أو جهة خارجية بعد مرور الدستور إشغال الناس هذا احتمال مطروح جهات تتسارع حول مصير الدولة بعد مرض الرئيس عبد المجيد تبون والذي كما قلنا وضعه الصحي أراه أجهزة تنفس الصناع الله أعلم كيف يكون وضعه إما يأخذ الله أمانته ونسأل الله له الشفاء أو يبقى على نفسه أو يتعافى وطبعا المرضى بكورونا لا يمكن أن يعودوا إلى وضعهم الطبيعي إن وصلوا إلى هذا الوضع البائس الذي وصل إليه الرئيس عبد المجيد تبون أيضا أنه فعل معزول من جهات إجرامية هذا ممكن يطرح هذا الاحتمال أو أنه مشروع ضغط تمارسه بعض الجهات بعد ذهاب الرئيس تبون التي هي استمرار لتلك المرحلة أو المسار الذي أعلنه القايد صالح منذ اندلاع الحراك الشعب أو أنها غير مفتعلة وأنها من الصدفة بمكان تحترق كل هذه الغابات في عدة مدن من الغرب الجزائري وتصل إلى طيب بازا وهناك من يتحدث أنها انتدت إلى حتى إلى الشرق الجزائري وما إلى ذلك ونذكر في هذا السياق ليس من الصدفة طبعا ليس من الصدفة أو أن الأمر غير مفتعل أنه تشتعل كل هذه الغابات نذكر في البليدة في غابة الشريعة وهران في غابة مداغو طفراوي في تيب بازا في غابة قوراية تلمسان بجاية سعيدة سيدي بن عباس مغنية بومرداس لبويرش لف باتنة وامتد الأمر إلى عدة ولايات أخرى معناها لا يمكن أبدا أن يكون غير مفتعل وتندلع مرة واحدة لو كان يكون غير مفتعل ممكن غابة وغابة مزاورة ومش بعيدة عليها امتدليها مثلا مثلا أو يندلع في غابة وبعد ذلك يتمدد إلى عدة غابات مزاورة هذا ممكن نقول أنه غير مفتعل ولكن أنه يضرب في كل هذه الولايات تقريبا الغرب الجزائري كله ويمتد يصل إلى باتنا ويصل إلى عدة ولايات هذا أمر غير طبيعي ولا يمكن أبدا أن يكون غير مفتعل هو مفتعل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله